لنجمنا المصري محمد صلاح اللي يمكن على الرغم من الانطلاقة المتعثرة لليفر بول السنة دي إلا أن صلاح الحقيقة يبدو أنه متواهج وخصوصا بعد حسب حالة الجدل والتوتر الشديدة اللي طالت شوية قبل تجديد التعاقد مع ليفر بول مرة تانية ده يمكن واضح بشكل كبير جدا من المستويات اللي بيقدمها صلاح واضح بشكل كبير جدا من تصريحات يورجين كلوب عن النجم المصري أو الفرعون المصري محمد صلاح كانوا بيعملوا معا حوار صحفي ويكلموه على فكرة أنه هتعملوا إيه عشان تعوضوا التأخر بتاعكم أو التعثر في الجولتين الأولانيين من البطولة من بطولة البريمير ليج إزاي شايف شكل المنافسة مع مشرسة سيتي بما أنه المنافسة في المواسم الأخيرة كانت غالبا بتحصل بين ليفر بول والسيتي لكن الحقيقة صراحة الموضوع سابق جدا لأوان ومن الصعب جدا نحن نتكلم على المنافسة الدولي لسه في بداية المشوار مهم جدا أن نستعيد حالتنا مرة تانية ونبدأ ما نفقدش نقاط لأنه وخصوصا نتكلم على تشالسي تحديدا وعلى السيتي وقال في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس أن الفرقتين دول فرقتين بيفقدوا النقاط بصعوبة جدا جدا وبالتالي علينا أن نركز في أن نستعيد فرمتنا مرة تانية ونحاول أن نخسرش مزيد من النقاط وبعيد قوي أن نتكلم لسه على المنافسة كلامنا عن اللي جاي مع الأهل كتير بس هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر